تنطلق اليوم مبارية دور ثمن نهائي لكأس العالم قطر 2020 هذا ويواجه المنتخب الهوناندي متصدر المجموعة الأولى منتخب الولايات المتحدة الذي حل ثانيا في المجموعة الثانية وستجرى المقابلة بملعب خليفة الدولي بداية من الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي ولحساب ذات دور يلاقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الأسترالي بملعب أحمد بن علي في حدود ساعة الثامنة مساء